الرديو 9090 هواها مصر موضوع ده تكلمتي فيه كتير جدا وحب بعيده تاني لأنه لأسئلة عنه بتيجي كتير جدا برضو إن إحنا ما تولدناش بالمناطق الغمأة دي للأسف. إنتوا اللي بتعملوها بإيديكم. مفيش حد بيتولد بمناطق غمأة في قسمه. خالص. غير لوحنا ودي قصة تانية خالص طبعا لازم نعرف حاجة إن أي حاجة بتلتهب هتحمر هتغمأ أنا دبقيت هقول لكم الأسباب اللي بتؤدي لده لأن الأسباب هو الحل. الأسباب إن إحنا لازم نعمل بالوقاية لأي حاجة أنا بقولها دلوقتي خلينا نقسم الجسم كده لو نقول المنطقة اللي بتكون تحت القبط. الأسباب إيه والحل إيه. أول حاجة خالص الاحتكاك إن أنا بكون زيدة جدا في الوزن هتقولي طبعا أنا عاملية طبعا أنا زيدة في الوزن أنا مش عارس عامل رجيم. نلبس فانيلات قطن. تيشرتات قطن تحت أي حاجة تلبسيها. عشان ما يبقاش فيه الاحتكاك حاجة تانية. إزالة الشعر بوسائل خطأ أوكي. وهي مش بالشرط تكون خطأ يعني مثلا زي حاجة زي السويت مثلا. أوكي. هو مش خطأ بس لو وجلسنا كنتي حساستك ياه. يعني أو بمعنى أصلا خلينا حط لكم الجملة بحاجة تانية. إزالة الشعر بوسائل بتسبب لك مشاكل التهاب. فبالتالي التهاب هيقلب الحمرار هيقلب لغمقان إن أنا بعد الإزالة مباشرة أقوم حطة جيزرت. التهاب على طول على طول. أحط البودرة بتاعة البيبس. البيبي باودر إن أنا أستخدم موزيلات عرق رديقة أو موزيلات عرق فوق بعض أو ما أخدش شاور وعدم نظافة إن أنا بروش بيرفيم تحت الإبت أو بادي سبري دون مش معمولة عشان ترشف في المناطق دي فبيحصل التهاب غمقان إن أنا ألبس ملابس دايقة جدا أو سنتاتيك صناعية كل الحاجات دي السبب فقبل ما أجري على المعالجات لازم أحل الحاجات دي وإلا هفتح من ناحية وغمق من ناحية الغمان اللي بيكون ما بين الرجلين ده برضو زيادة وزن طب ألبس شرطات ممكن أندروير في شكل شرطات ما فيش أي مشكلة خالص بلاش الملابس الدايقة الجينس الدايقة اللي بيعرق وبيعمل احتكاكات ملابس كلها تباقتان خلي بالي جدا ملابس الداخلية كل الحاجات دي اللي بتعمل الغمان طيب الحل إيه يا جماعة الحل زي ما قلتلكو لازم أبطل حاجات دي وهي دي الحل رقم واحد لو هتقول لي الحل رقم واحد إن أنا عم بالوقاية وكل الحاجات اللي أنا قلت عليها أبطلها أو أخلي بالي منها تاني حاجة إن أنا لازم أروح لدكتور على طول دكتور حيديني كريمات مقشرة كريمات تفتيح مكتشر ما بين الاتنين ما جبش كريم تفتيح من دماغي لأن لو جبت كريم تفتيح من دماغي وحطيته على المناطق دي وما افتحدش هروح للدكتور هيقول لي أنت عملت إيه هقول له عملت كذا كذا هيقول لي العلاج بدل ما يبقى ثلاثة عيبا ستوش وكي لأن لازم يبص عليك وإن بقى أوقات المناطق دي بيبقى فيها فطريات لازم نعالج الفطريات دي في أسباب كتيرة جدا فلازم دكتور يشوفكم نمرى ثلاثة النظافة دش باستمرار نمرى أربعة السكراب السكراب مرتين أو ثلاثة في الأسبوع في كل جسمك ونهتم بالمناطق دي كريمات الترتيب أساسية طبعا مش تحت القبط بس لكل الجسم لأن على فكرة المناطق الغمق دي برضو ممكن تيجي في الكعان في الرقب في كل حاجة وهو حلها نفس الحال وآخر حاجة نهتم جدا بالحمام المغربي حمام المغربي بيساعد جدا 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 في إزالة طبقات الجلد الميتة دي فبالتالي هيفتح معكم فسكراب حمامات كريم حمام مغربي دكتور ونعمل بالوقاية